قالت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة ركاب تابعة لشركة أجنحة الشام السورية الخاصة تقل 172 شخصا من طهران إلى دمشق هبطت اضطراريا أمس في قاعدة حميمين الجوية التي تديرها روسيا بعد أن كادت الدفاعات الجوية السورية أن تصيبها ونقلت وسائل أعلام روسية عن المتحدث باسم الوزارة قوله أن القوات السورية كانت ترد على ضربات إسرائيلية أصابت مشارف دمشق ومن موسكو معنا مرسلنا محمد حسن محمد يعني لو تضعنا أكثر في تفاصيل هذا الاتهام الروسي لإسرائيل تفاصيل الاتهام الروسي أو التصريح الذي صدر اليوم من وزارة الدفاع الروسية يعيد بنا الأمر إلى ما حصل مع الطائرة الروسية العسكرية طائرة الاستطلاع الروسية إيل عشرين في نوفمبر عام 2018 عندما في حالة شبيهة جدا عندما كانت هناك غارة إسرائيلية على مشارف دمشق وردت بها الدفاعات العسكرية السورية عليها فبالنتيجة قصفت طائرة الاستطلاع الروسية وعلى مدنها عشرين راكبا حينها كان هناك نوع من التوتر والجفاء في العلاقات الروسية الإسرائيلية ومباشرة بعدها أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وفدا كان فيه رئيس طيران الإسرائيلي إلى روسيا وبقيت العلاقة باردة حتى أن أتى نتنياهو شخصيا إلى بوتين ثم عادت العلاقة الروسية الإسرائيلية إلى قضيعتها بعدما تم الاتفاق على ما يبدو أن هناك خط ساخن إذن هذه المرة هل فقط محمد يمكن انتبار ما ذكرته بأنه تصريح هل هو فقط تصريح أم انذار لإسرائيل وأكثر اتهام بأنها تتحصن بربما المجال الجوي الذي تعمل به طائرات المدنية بشكل من الأشكال كان هذا تصريحا وبين سطوره في الجملة الأخيرة قيل وكأنه إسرائيل لم تتذكر الموضوع الماضي وكأنه أصبح الموضوع عادة عند الاستراتيجيين الإسرائيليين هكذا وصفهم البيان ولم يكن اتهاما مباشرا وإنما كان تحذيرا وفيه في نهاية التحذير نبرأ من العتاب واللوم أنهم لا داعي لإعادة ما حصل مع الطائرة الروسية وكاد أن يحصل البارحة مع الطائرة المدنية وعلى متنها ركاب مدنيون لا شأن لهم بهذا الصراع شكرا جزيلا لك محمد حسن مرافلنا من موسكو